هذا طبعاً يشوف هذه أول مرة منذ الحرب الباردة يعني من من سنة التسعين يعني هذه عندها منذ 34 سنة الحرب الباردة وطبعاً قبلها المناورات كانت ممكن عشرة سنوات أكبر من مناورات قبلها فنحن نحكو على حاجة ما وقعتش من أكثر من 40 سنة أكثر من 40 سنة إلى 50 سنة المناورات بهذا الحجم لم تقع فاللي قاعدين نشوفوا فيه هذا كل تصعيد واستعدادات لأنهم يحبوا يقولوا لروسيا والصين أن الحلف الأطلسي قاعد يجهز هذا خطوة من الخطوات اللي قاعدين يعملوا فيها لو شفنا المناورات مع الهند وأستراليا واليابان المناورات ما بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان المناورات ما بين بريطانيا وأستراليا وأمريكا في المحيط الهادي هذه كلها الدول تستعد للحروب وتخلي قواتها في حالة يقضى الآن كان هم يتكلموا بارش على روسيا لكن ربما روسيا يريدوا تحطيمها ويمروا للصين يعني دائماً معينهم الكبرى والعليا دائماً على الصين لكن يحبوا أيضاً يرسلوا رسالة أنه بوتين ما يغلطش ويزيد يمشي يحتل دولة أخرى الآن نحن ماشيين في السنة هذه سنة انتخابات في انتخابات في أمريكا في انتخابات في بريطانيا في انتخابات في ألمانيا في عدة دول وطبعاً أهم الانتخابات هذه هي الانتخابات الأمريكية الباقي كله مش بنفس الأهمية الانتخابات في أمريكا ربما ترجع لنا ترامب ربما ترجع ترامب ترامب عنده نظرة أخرى الروسيا والحلف الناتو وربما يقع تصعيد لأنه طالب منهم يصرفوا أكثر يشاركوا أكثر بالجنود والأسلحة فنحن مقبلين في السنوات المقبل على تغيرات جيو استراتيجية كبيرة جدا قبل الانتخابات الأمريكية أو بعد الانتخابات الأمريكية هذه مشكون مرحلة حاسمة في مستقبل الصراع اللي نشوفه فيه إذن هذه كلها دول تتحرك نحو الاستعداد للأسوأ هو يقول لك إذا تحب السلام استعد للحرب هذه قاعدة معروفة إذا تحب أن تتحقق السلام استعد للحرب لأن العدو متاعك رب شنو قال علش رب العالمين قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم أعلش؟ لأن العدو لم يشوف أنت عندك قوة ورباط الخيل وعندك القوة الكافية وتقدر تحربهم ما يهاجمكش لا يهاجمك يعني العراق سلم كل أسلحته وأعلن أنه ما عنده ولا أي سلاح وقبل بكل الشروط هاجموه لما تأكدوا أنه غير قادر على القتال هاجموه بينما كوريا الشمالية يومين ترمي في السواريخ يومين تعمل في التجارب النووية يومين تقول أنا باش نضرب وباش نقتل وباش نعمل ولكن لم يقع غزوها لماذا؟ لأنها استعدت للحرب فبالتالي الآن الدول الغربية هي تستعد للحرب تكون جنودها في على أهبة الاستعداد الآن اكتشفوا أنه جبهة وحيدة اللي هي جبهة أوكرانيا والذخيرة طلبات كبيرة فالآن استثمارات ضخمة في الدول الغربية خاصة في موضوع الذخيرة وتطوير الأسلحة وهذا وما إلا ذلك يعني رجعنا الآن في العالم ربما أسوأ من عهد الحرب الباردة بين اتحاد السوفيتي والدول الغربي ترجمة نانسي قنقر